السلام عليكم أحباء تلامذ الصف الرابع درسنا لهذا اليوم موضوع الشقيقان ضياء الدين ويوسف أخوان شقيقان يعيشان من حقل تركه لهما أبوهما بعد وفاته يزرعانه معا ويقتسمان محصوله بالتساوي وفي إحدى السنوات زرعا حقلهما قمحا وبعد الحصاد أخذ كل واحد منهما نصيبه جلس الأخ الصغير يوسف يفكر في أخيه الكبير ضياء الدين ويحدث نفسه قائلا إن لأخي زوجة وأطفالا وتكاليف معيشتهم كثيرة فيجب أن أعاونه قام يوسف ونفذ فكرته ليلا أخذ من قمحه وزاده على قمح أخيه من دون أن يراه أخوه ضياء الدين وفي الليلة نفسها كان ضياء الدين يفكر مثل ما فكر أخوه يوسف قال في نفسه إن أخي مقبل على الزواج ويحتاج إلى مال فعلي أن أساعده ثم قام وزاد من قمحه على قمح أخيه يوسف من دون أن يراه وفي الصباح نظر كل واحد منهما إلى قمحه فوجد أنه لم ينقص منه شيء وفي الليلة الثانية كرر كل واحد ما عمله البارحة ملأ كيسا من القمح وذهب ليزيده على قمح أخيه وصادف أن الأخوين خرجا في وقت واحد فالتقيا في منتصف الطريق فعرفا ما كان يحدث وتعانقا وهما يضحكان قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم